موسيقى 11 نوفمبر 2017 في الجولة الختمية من التصفية المونديالي وعلى أرضية ملعب رادس المنتخب التونسي يتعادل معاليب نقطة ثمينة في مشوار التصفية خلي النصور في صدارة المجموعة الأولى خلاص زفر يا حمادة زفر يا حمادة زفر يا حبيبي يا موسى انتهت المباراة انتهت المباراة الخطرة في روسيا الأفراح تنتنق مرة والمنتخب الوطني بعد غياب جوز دورات في كأس العال مرة أخرى مع الكيبة يا روسيا جاين يا جاين هو جاين يا روسيا جاين هو جاين هو جاين تونيزي يا تونيزي ما ننبي استنوا في التسعين النصور تحلق نحو السماء الروسي للمرة الخامسة في تاريخ كرة القدمة تونسي لب وجواجي فرحانين يو جاين يو جاين سبعا يان سبعا يان إطار فني توسي ومجموعة من لعبين جندوا في التربصات والمباراية فكان التأهل أحسن خطر يو جاين يو جاين الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون اللهم أن نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واتبعنا بعدك اللهم أنت الساحب في السفر والخليفة بالأهل اللهم أننا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبت المنظر وسؤل من قلب في المال والأهل موافقين لولا إن شاء الله القرعة تضعنا في مواجهة أنجلترا بلجيكيا وبانا مواجهة سعيبة والأمال الكبيرة للقطع مع خيبات الماضي والتأهل للدورة السيد السعوبات تنطلق مبكر أفريل 2018 يوسف لمسيكني قائد المنتخب يتعرض الإسابة مع فارق القطر على مستوى الأربط المتقات النتيجة إن مصر رسميا خارج المونديا ضربة موجعة للنسوء هكا شائط الأقدام ممكن شوية كنا ما كناش محظوظين من ناحية الإصابات قبل كأس العالم بشوية لأنه أكثر لاعبين في الفورما في الوقت ذاك وجاءنا في شق واحد معناها في الهجوم مع بعضهم معناها إصابة يوسف لمسيكني وإصابة ياسين لخنيسي وإصابة أيضا ما ننساوش لأنه برشا ناس تنسى وهبي الخزري لأنه وهبي الخزري ملعب إلا مباراة ودية فقط كان مصاب تلت التحذيرات بعد سلسلة من المباريات الودي الرحلة نحو الأراضي الروسية انتلقت قبل ضربة البداية للمونديال بأيه كراز نودار الوجهة الأولى لأبناء نبي المعلوم من أجل تربص تحذيري أخير للوقوف على الإمكانيات قبل الدخول في الرسمية موسيقى منسجمين مع بعضهم اللي يعملوا النقطة ولوحد ساعات الخزري اللي فرانكوفون معنا عرفت سليتي سعاتك أجي كلمة معنا فما أمبيانس متاع الجوار ريكس باتريي بتوالسة اللي يلعبوا البرة ما ينتقوش مليح ساعات بالعربي مثلا سخيري ما يتكلمش بكل بريسك معناها هما ملانج متاع أما الحقيقة العقلية معناها مميزة جدا وعقلية احترافية اشتركوا في القناة موسيقى لسحرات المستخhee سراط المصرفون غير الحق واللي يا امي اللهم الصالح على سيتنا محمد المفات خاتمين من السبق ناصر الحق بالحق والأدي إلى سراطك المصطفين وعلى أهليه حق قدري ومثالي العظيم سبحانه ربك رب العزة عميس ورحمة الله سبحانه ربك رب العزة عميس ورحمة الله ايه بلبول ايه 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 اسبانيا بطل العالم منافس منتخبنا الوطني في اخر لقاء ود عناصرنا الوطنية قدمت مباراة مثالية وتحدد ابطال العالم هذه كرة محاولة بخطى دفاعي من اسبانيا كرة لتونس لكن الكرة السهلة في يد حالس المرمى هذه خيه في اول حضور في اول فرصة كانت تونس قريبة من ان تتقدم اسبانيا بثلاثة القابة 64-2008-2018 رأسيا الكرة بتعدى بتمر كرة السليتي إلى خارج عرضية تملعب ثالث حضور برافو للنسون بحثة عرضية فاخر الدين فاخر الدين هذه الكرة تدوف 1-0 مش معقول امام المرمى مش معقول السليتي امام المرمى كفاعت يا نعيم كفاعت يا سليتي شاهدنا تفوق على مستوى السيطرة البوزوشين خطيرة هذه الكرة لكن برافو البرافو المدافع ياسين مرياح شاهدنا بوزوشين سيطرة لإسبانيا وبالتالي فضل اختيار المتخب الإسباني كرة من هناك خطيرة الكرة قوية من سيلفا لكن من دون متابعة هذه معروفة لا تزديدة أو أسست من جانب سيلفا لم يكن في وضعية تسلل رغم الهزيمة واحدة بلايش المنتخب التونسي يفرض الاحترام ويخلي الأمال كبيرة لتقديم وجه مرضي في المحفل العام بعد نهاية مباراة إسبان البعثة التونسية تتحول الموسكو يوم 11 جوان لمواصلة تدريبات ووضع اللمسات الأخير 15 جوان موعد يتزامن مع أولى أيام عيد الفطر المبار في أجواء عائلية مجموعة المنتخب تحيي المناسبة على الأراضي الروسي رحلة النسور تتواصل والمرة هذه الوجهة نحو مدينة فونجوغرا يوسف المسيكني رغم الإصاب يرتحق بالمجموعة لدعم زملائه قبل المواجهة الافتتاحي موسيقى ما كتبش المكتوب ليوسف لكن إن شاء الله بيننا نلاقي يكتب له مكتوب في قطر لأنه خسرنا خسرنا معناها كاريتة كبيرة نحن في الوقت ذاك خسرنا منها بكالي نجم يفيدنا على المستوى الفني بس ختوم معناها القدان كان نجم يعملنا الدفيرينسا وكان نجم يعملنا بكده بكده يوسف 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 وعلى بابا جلول يا تونس نارجات الروسيا وعلى بابا جلول يا شادي يا بلحسن يا شادي يا بلحسن يا شادي يا بب عليك امليكاتي يا بلحسن بالتزامن مع استعدادات المنتخب بالوطن الجماهير التونسية بالألاف تحط الريحال بروسي أعداد غفيرة بالضرب ويت والشاشية والأغاني التونسية تصنع الحدث وتسخن الأجواء على بيك جزيدي محلاني فرحو الهوضة الهوضة والله يختعلوا على ويصف علي وصف اللي فيس على يا صحر يا تونس يا تونس يا تونس كاي رجعتني طوى أربع سنين التالي، وكان كاس عالم منتاز جداً، فمي، وكنا كالفريق سيرتول جماهير تونسية عملت الحدث عالمي، ناس الكل كصحافيين عالميين، خلينا انتباع طيب طيب جداً، ناس كل فرحة بنا، ناس الكل كنا لحمة واحدة، كنا ننوفوا من المقاربة، نتلموا الناس الكل، معناها خلينا انتباعه كبير ياسر وطيب جداً، بشهادت معناها الصحافيين وكل النقاط وكل شيء من كيف تنحال عالي، لبسنا الجبه التونسي بامتياز، عملنا القشبية التونسية، سوقنا للصناعات التقلدية التونسية بامتياز. انا نعرفوا فن، نعرفوا التكنيكة ما هو وليفه، ووو يشوط الكيك، معنا مجربو، من صغره يشوط الكيك في البلانتية، بس كان يارفيشوط، طريباً كنا كنا عنا فيه ثيقة كنا عنا فيه ثيقة أنا بشي سجل اللاكسيون ذيك كنا نتفادى وهالركنية معنا عملنا غلطة فرديم تعصو تصرف دفاعي قبلنا هدف معنا لكن في مجمع المقابلة معنا كانت صعبة برشة المقابلة نحكي لك علينا وصحابي ما نكتبش عليك بقينا في المدالجنا بقينا منجموش نتحارب على غير بخاطر كنت كنا نعملوا حاجة إكسبلوها معنا حاجة بيعي يسر كنا نعملو المستوى العادي يلعب للأخر بقيقياً يلعبوا للأخر تعملوش نسعين وفنانين معنا في الكورة في الكورة عن جينيغار لازمة تكون مركز لاني يزافر لهم لاني يزافر للربيتر لاني يكمل معنا الذكر عقلية دي ممكن كانت تنفسنا ممكن بديدي تايل زادة دي يقبلنا بهم الهداف معناها كنا نجلنا أكثر تركيز كنا نجمو نخرجو بنتيجة خياماًا كي مارتينز كل اللاعبين عظيمة اللي كانوا بتواجدين قبلتنا مع بلجيكيا كانت قاسية نتيجة كانت قاسية لحقيقة معناها معرفنا ايش مكنت عاملوا معه في مقابلة ذي كانت نتيجة ثقيلة مونتال مون رخينا شوية بعد معناها الجزء الداف تقريبه رجعنا شوية بالبونتونتا براون لكن من بعد مالورز مون معناها صارت برشا أخطاء أخطاء تصير في الكورة لكن التركيز كان غاية في المقابلة مرة أخرى المنتخب التونسي يغادر من الدور الأول براسيد ثلاثة نقاط من ثلاثة مباراية وبخمسة أهداف مثلا مهم جدا بالنسبة لنحن حطي كملاعبية نظرا للمقابلة اللي قبلها معناها كانت فقيلة علينا وكانت معناها رزينا حتى نحن بنت بعضنا كملاعبية لازمنا نعملوا ريكسيون لازم نسمى أمور بروبر ملاعبية معناه يحسوا وسختوا على بلاده معناه مايش فريق قد يرا فيه عملنا ريكسيون محترمة كنا نجمو يسجلوا أكثر من هدفين في الكلاس العالم معناها في المقابلة ديكا لكن نهم بالنسبة لنحن أنه كل ملاعب يجري سورتيران كل ملاعب يحب يعطي بروس ورزولتات جات معناه كانت رزولتات محترمة وانتصرنا في مقابلة بثاني يظهر لي ثاني انتصار ديكا في كاس العالم بالنسبة للمنتخب تمام صالح المرة تاريخ وذي حاجة تشرفنا نحن كملاعبية تاريخيا نحن أفضل لكن ما نتفاجأنا بهدف زادر كنا متأخرين مع السفراء الحقيقة الحاجة التي تفرح نهرتها معناها فم حذور ذهني من ملاعبية كانوا مركزين وكان عزم كبير من المجموعة ككل باش ننتصروا بقابلة ديكا باش نخدوا تلاف النقاط اللي نستنعو فيهم في قدش من المشاركة من كاس العالم أربع سنوات مرت على مونديار روسيا ومرة أخرى الجماهير التونسية تعيش لأيام هذه على واقع المشاركة السادسة للنصور في كاس العالم الوجهة توا نحو الأراضي القطري أمال كبيرة معلقة على النصور للظهور بالشكل المطلوب وتحقيق حلم عديد الأجيال بالتأهل للدور الثاني فياربي يا عالي أنصر النصور يوم الشرمان يوم الشرمان يوم واحدة واحدة للفنان موسيقى موسيقى